اشتركوا في القناة اذا وراء الفردوس للرواية والكاتبة منصورة عز الدين هذه هي الرواية المصرية التي سوف نتحدث عنها والتي تسلط الضوء على الريف المصري وبالتحديد دلتا النيل هناك الكثير من الحيوات والتفاصيل رؤية بانورامية تقدمها هذه الرواية دعونا في البداية نتعرف على كاتبة هذه الرواية ومن ثم نبدأ حوارنا هي كاتبة واعلامية مصرية درست الصحافة والاعلام بكلية الاعلام في جامعة القاهرة بدأت بنشر قصصها القصيرة في الصحف المجلات المصرية والعربية وهي في سن العشرين وفي عام 2001 نشرت أول مجموعة قصصية لها بعنوان ضوء مهتز كما ترجمت العديد من قصص المجموعة إلى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والسلوفينية وفي عالم الإبداع الروائي صدرت رواية منصور عز الدين الأولى بعنوان متاهة مريم عام 2004 وقد تم إصدارها بالإنجليزية عام 2007 أما روايتها الثانية فقد حملت عنوان وراء الفردوس وقد وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية في دورتها الثالثة شبح أنتون تشيخف هي مجموعتها القصصية الثالثة والتي وجدت احتفاء كبيرا من النقاد والوسط الأدبي وتواصل الكاتبة الروائية والقاصة منصور عز الدين إبداعاتها من خلال عدة مسارات أدبية وقد حققت حضورا مميزا في المشهد الثقافي المصري منذ أن تخرجت في جامعة القاهرة عام 1998 وهي الآن تمارس عملها الأدبية والمهنية من خلال جريدات أخبار الأدب الروائية والإعلامية منصور عز الدين عرفت بسقل إنتاجها الإبداعي وقدرتها الرائعة على صياغة مفرداتها التي تجسد عوالم نصوصها الإبداعية بمهارة الحاذق الذي يجذب القراء إلى فضاءاته الأدبية أحياكم الله مشاهدين الكرام نرحب إذن بالكاتبة والرواية الأستاذة منصور عز الدين أهلا بك أستاذ منصورة أهلا بسارة أحياك الله معنا وكذلك نرحب بالإعلام والناقد معن البياري مرحبا بك أستاذ معن أهلا بك تحياتي لك إذن البداية مع هذه الرواية وراء الفردوس ربما أعطيت فكرة بسيطة جدا عنها حول أنها تتحدث عن الريف المصري عن دلت النيل بشكل خاص حبدا لو أطلعتين على نبذة من زاوية الكاتب نفسها حول هذه الرواية يعني أنا عندما أتحدث عن الرواية لا أراها تحديدا تتكلم عن الريف يعني أتحفظ على فكرة سنائية الريف والمدينة في العصر الذي نعيش فيه جميل أحب أكثر أن أتناولها من منظور الأسئلة التي تطرحها وهي أسئلة خاصة بالذاكرة وكيف تلعب الزاكرة دورا مهما في تشكيل الحياة نفسها بمعنى أن الحياة التي نعيشها هي فقط ما نتذكره من هذه الحياة جميل أيضا عن علاقة الماضي بالحاضر كيف يتشكل يعني كيف يسيطر الماضي بهلاوسه وأشباحه وكل ما يخصه على حاضر الشخصيات وهل يمكن القطيع مع هذا الماضي أم لا يعني هذا أعتقد هو السؤال الأساسي في الرواية جميل يعني سلمة تتساءل عن ماضي عائلتها وتحاول أن تعيد كتابة تاريخ هذه العائلة وتاريخها الشخصي يعني أراها كرواية تحرر يعني التحرر من الماضي التحرر من القيود يعني هي رواية شخصيات حائرة بتحاول كل شخص منها بحاول البحث عن فردوسه الخاص هل تعتقدين بأنك عندما طرحت مثل هذه الأسئلة والرواية بالأحرى هي من كانت تطرح هذه الأسئلة كانت تلامس الواقع فيما يتعلق بالأرض أو دلت النيل في واقع مصر؟ يعني العالم الذي تدور فيه الرواية هو عالم عشت فيه فترة طويلة ونشأت فيه هي ليست رواية سيرة ذاتية لكنها سيرة مكان أعرفه جيدا وأعتقد أن لدي خبرة حياتية كبيرة به والشخصيات هذه الشخصيات كلها تقريبا شخصيات مختلقة ومخترعة يعني لكن هناك أصول وقعية ما لها نتشبه الشخصيات التي نشأت بينها في الريف شميل يعني وأيضا التجربة الحياتية الخاصة بفكرة الاجتماعية المصانع الطوب يعني كان ما يشغلني ليسا الريف المصري بشكل عام ولكن قرية صغيرة شبه معزولة عن العالم في لحظة تحولها يوجد تحول عشوائي من البيئة الزراعية إلى نوع من التصنيع البسيط ليس التصنيع يعني وكيف أدى هذا إلى ارتباكات ارتباكات في بنية اجتماعية واقتصادية وخلخ للبنية الموجودة البنية الطبقية الموجودة في الريف مثلا فجأة أسبب أزمة اجتماعية اقتصادية بزبط وصراء شريع فبقى فيه فروق أو فجوات بين الأغنياء والفقراء بقى فيه يعني أغير تركيبة القرية نفسها وأثر على الشخصيات وعلى نفسيتها وعلى العائلة التي تتناولها الأحداث جميل جميل أستاذ معا كيف تتفق أو تخالف الأستاذة منصورة في وجهة نظرة حول الرواية هل وجدت ذلك التسليط للضوء حول الريف دل تنيل أم أنها كانت بالفعل كما ذكرت الأستاذة من وجهة نظرها بأنها كانت تركز على تلك الذاكرة وربما الجدليات حول مختلف الشخصيات فعلا أنا أميل إلى القول أن الرواية رواية انشغال بالذاكرة الرواية تبدأ أصلا بصفحتها الأولى عندما تعثر سلمة أو عندما تعرق سلمة صندوقا من أوراق ماضي فيه بعض الوثائق أو بعض المدونات أو بعض ما في تاريخ هذه الأسرة والدها وأعمامها وتفاصيل هذه الحياة كلها تريد أن تنفصل عنها هذا الصندوق الذي وهي تتناوله تخرج حرباء ويخرج أفعى بين كومة من القش الرواية طوال صفحاتها معنية أساسا بتذكارات بعظم الشخص نحن أمام لحظة فيها استعادات لحياة كل فرد تقريبا من الرواية نتعرف على ماضيه وعلى هلاوسه وأحلامه وطموحاته وخيباته وكل هذا الأمر المكان هو الفضاء المكاني في الرواية صحيح هناك اعتناء شديد فيه لكن أنا ما أعجبني أو ما راقني أكثر في الرواية هو التفاصيل المكان من حيث الاعتناء مثلا بالشجر وبالتفاصيل الحميمية في المكان نعم وليس بالمكان كجغرافيا أو كقرية القرية بلا اسم في الرواية هذه من المفرقات اللافتة في الرواية أنها صحيح في دل تالنيل لكن هي تحديدا نعرف محيطها وجوارها لكنها هي بالذات لا نعرف اسمها بالضبط يعني هذا يربما يحيل إلى رغبة الكاتبة في عدم تعيينه في عدم تعيين هذا المكان وانسحابه على أمكن أخرى أو على قرى أخرى ما أعجبني بشكل خاص في الرواية هو هذه الدفء الطبيعة يعني هناك احتفاء بالشجر احتفاء بالمستان احتفاء بالثمار احتفاء بالغرف بتفاصيل المكان والبيوت وتقاربها وجوارها وفي الحارات يعني هذا كله أعطاني يعني جعل بيني وبين هذه القرية صلة خاصة جميل يعني كقارئ يعني كقارئ يعني أحسست بأني أحببت هذه القرية رغم ما طرأ على هذه القرية في تفاصيل الرواية من تحولات أشارت إلى هذه الأستاذة منصورة للتو حيث أنها لحقت فيها بعض التغييرات الاجتماعية وبعض الثراء الذي أصاب يعني أجواء في هذه الرواية ونحن أمام عائلة ليست فقيرة أمام عائلة ميسورة إلى حد كبير نوعا ما كل هذا المناخ الرابط الأساسي فيه هو الذاكرة وهو الاستدعاء الماضي إلى الحاضر لجميع الشخصيات جميل هل تعتقد بأن الأستاذة منصورة ربما نجحت في هذا الشق بعث الحياة في تلك القرية بعث الروح إليها وإيصالها للقارئ بحكم أنها ربما تنتمي إلى بيئة مشابهة عايشت تلك التفاصيل بالتأكيد يعني لا يمكن الكتابة عن هكذا أجواء وعن هكذا يعني تفاصيل من دون خبرة ومعايشة يعني يلمس القارئ أن الكاتبة متصلة إلى حد كبير بهذا المكان وخبيرة به وتعرفه شخصيا أنا من بيئة أخرى مختلفة لا يمكن أن أكتب بهذا الصدق وبهذه العفوية وبهذا التشخيص والتصوير لهذا المكان هذا يحتاج إلى معاينة ومعرفة خبرة الأستاذة منصورة بالمكان نفسه أنا رأيت أيضا أن هناك يعني حذر يعني هناك الشخصيات عندما تنفصل عن هذه القرية ليس هناك اهتمام بالأجواء الأخرى يعني القاهرة تحضر في بعض السطور نعم الشخصيات مشبعة لأن الاعتناء الأساسي في الرواية في ذاكرة هذه الشخصيات بما كان لها من ماضم في هذا المكان هنا الشغل الرئيسي في الرواية هنا العنوان العتبة الأولى في هذا النص وراء الفردوس لماذا لم يكن مثلا البحث عن الفردوس خاصة بأن سلمة عادت لتبحث عن تلك الذاكرة أو دعينا نقول تمحيها وتجدد ذاكرة جديدة من خلال كتابتها لرواية أين نجد هذا الوراء فيما يتعلق بالفردوس يعني أنا شعرت أن فكرة وراء الفردوس تدي نوع من الإبهام أكثر بتصير خيال القارئ أكثر فيها يعني فيها ما أحب أن يكون في الفن من تعدد احتمالات يعني العنوان كده مفتوح على تخيلات واحتمالات القراء لكن كان في ذهني ما الذي يمكن أن يكون وراء الفردوس قد يكون الجحيم قد يكون أي شيء يعني فبالتالي أحببت أن يكون مفتوحا للتأويلات المختلفة وحتى في الرواية ده موجود يعني العنوان مرائم لم يسمع على وعوالم الرواية في أن كل شخصية لها فردوس خاص بها يعني فيه شخص من الشخصيات اللي هو سميح مثلا بيحلم بالعودة إلى أصول العائلة العائلة أصولها شمية فهو بالنسبة له فكرة أنه يوصل للأصل العائلة ده هو الأساس وهو الحلم بتاعه سالمة مهووسة بمحاكمة الماضي ومسائلة الماضي وفردوسها الخاصة أنها لو عرفت تشوف موطن الخلل في الماضي فهذا سيساعدها إلى السكينة كل شخصية لها فردوس خاص بها جميل جميل كنت أناقش ربما المعدنج بدين هاشم قبل الحلقة وكنت أقول له لماذا وراء الفردوس لماذا لا يكون الفردوس نفسه نريد الفردوس وليس ما خلف الفردوس يعني عندما تقول وراء الفردوس فماذا وراء الفردوس فيكون هناك أسئلة بزبط فأعتقد أن هذا قد يكون مناسب أكثر قد يكون مناسبا أكثر لعنوان الرواي كيف هي رؤية الناقض إذا قبل نخرج إلى الفاصل طبعا العنوان كما فسرته الأستاذة منصورة في هذه الإحالة يعني هو يبعث على التفكير فيه يعني أنا أعتقد أنه هناك توفيق في اختيار هذا العنوان لكن كان يمكن اختيار عنوان آخر ويكون له تسويغه يعني لم يستوقفني يعني استوقفني سؤال لماذا وراء الفردوس لكني لم أنشغل فيه بقدر ما انشغلت بالإشباع الخاص الذي الذي حضرت فيه الشخصيات كل الشخصيات رأيتها يعني صحيح تبحث عن فردوس ما تبحث عن خلاص معين لها ماض ربما تجد فيه محطات كأنه فردوس يعني الشخصية سميحة اللي أشارتي له الأستاذ منصورة الآن هو معني بالشجر ومعني وانجو بستان وبالثمار لكنه لا ينجب يعني يعني لاحظت أنه فيه هناك نوع من المفارقة بأنه ومعني بالثمار وما تنتجه الشجر من ثمار ومحتفئ بهذا الأمر لكنه لا ينجب وربما يريد ويرحث عن عائلته يبحث عن امتداد هذه العائلة فيه هناك يعني شيء من الذكاء في مثل هذا الأمر ربما يعني أشرت إلى محور سوف نتحدث عنه في إطار هذه الرؤية وهو الانفصال ما بين الشخصيات وواقعها أحيانا نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدين الكرام وبعده نكمل حوارنا مرحبا بكم أيها الأعزاء مرة أخرى في برنامج في حاضرة الكتاب إذن وراء الفردوس هي الرواية التي نناقشها في هذه الحلقة كنا نتحدث عن العلوان وعن نبذ حول هذه الرواية في رأيك أستاذة منصورة فيما يتعلق بهذا السرد في الرواية هل وجدت أنك ربما ابتعدت عن التشويق بأن تكون هناك نقطة معينة بالإمكان أن تثير القارة بشكل ما وبالتالي تبنى عليه الرواية هنا نجد نوع من دعينا نقول تلك النظرة البانورامية الشاملة حول البيئة العوائل الشخصيات لماذا لم تختر أسلوب آخر مرتبط بالحبكة الرئيسية المحورية التي ربما تنطلق منها الرواية هذا سؤال مهم لأن في النهاية أي فكرة هي فكرة يمكن السؤال يكون حول طريقة الكتابة وفعلا أكثر شيء نشغل به أثناء الكتابة هو البناء بناء العمل أو الطريقة التي سوف أطرح بها أفكاري أو الشخصيات عادة أكتب مادة خام رواية مخطوطة الأولى وبعد كده أشتغل على البناء أشعر أحيانا أنها لو كتبت بشكل تقليدي أو بزمن خطي ستتحول إلى مجرد حدودها خاصة أن مساحة الحاكي مغرية في هذا الاتجاه وإذا تحولت إلى مجرد حدودها ستفقد الكثير من القيمة الأدبية ستتحول إلى مجرد مسلسل تلفزيوني ففكرة التجديد أو التجريب أو فكرة الجدة التي حاولت تضيفها من خلال طريقة البناء يعني أنا أتكلم على الذاكرة فحاولت البناء بقدر الإمكان يكون أشبه بطريقة عمل أو حركة الذاكرة فكرة ارتدادات وكلاجات زمنية وطول الوقت انتقال من نقطة لنقطة بيكون طبعا في مخاطرة أن القارئ قد لا يتقبل هذه الطريقة لكن في الحقيقة يعني بحاول قدر الإمكان لا أفكر في القارئ إلا بعد الانتهاء من العمل لأنني لو فكرت فيها أثناء الكتابة قد أتوقف تماما يعني لكن المانع الأساسي المانعني أن أنا أكتبها بزمن خطي مباشر هو فكرة أن هي مغرية جدا الحدودة بتاعتها أو اللي وراها أنها تبدو كحدودة تقليدية أو كمجرد قصة فحاولت البعد عن هذا جميل وكان طريقة البناء هي الأقرب بالنسبة لي بهذه الطريقة أيضا شخصية سلمة بارتباكتها وعدم اتزانها نفسي في اللحظة التي تتناولها الرواية تحديدا شعرت أن هذه الطريقة في الكتابة أقرب ما يكون للتعبير عن شخصية مؤرقة وغير متزنة إلى حد ما مثل شخصية سلمة في رواية جميل هل تتفق مع وجهة نظر الناقد هنا حسين بن حمزة عندما قال بأن التشويق بهذه الرواية جاء من خلال التفاصيل والسطور ولغة الأستاذة منصورة عز الدين بهذه السلاسة صحيح أيضا هذا التشويق ربما من بواعثه أن ليست هناك من نقطة بداية ونقطة نهاية للرواية الرواية تتداخل فيها الأزمنة نعم وتتداعى التفاصيل من ورائها والشخصيات تحت شد وتتتابع تتنتقل من شخصية إلى أخرى وأعتقد أنه بكيفية شائقة يعني ليست المسألة مجرد متاهة ومجرد الغاز على العكس لاحظت أنه ليس هناك من شخصية فالتة بلا معنى وبلا طعم لكل شخصية هناك تفاصيلها التي تنثرها الرواية في صفحات متعددة وهناك انتقالات بين حاضر وماضي وارتدادات لكن هناك شخصية وأحسست أن كل الشخصيات مكتملة في ماضيها وحاضرها باستثناء ربما شخصية جميلة وجدت أنها ربما تحتاجت إلى بعض التعميق خصوصا وأنها تثير شيء ما في نفس السلمة ربما هنا يمكن أن أزعم بأن هناك صحيح أن هناك في شخصية شبه مركزية التي هي سلمة لكنها ليست البطلة الرئيسية في اعتقادي يعني جابر ورشيد والإخوة هم شخصيات فاعلة في الرواية ويمكن أن يكونوا أبطال شخصية سلمة باعتبارها كاتبة أيضا لديها نص بارز في العمل في كله هذا يعني هذه التقنية في ظني أنها كانت مسوغة ومبررة هذه اللعبة وهذا البناء الجمال الذي صنعته منصور عز الدين في الرواية هو في اعتقادي اللي أعطى ميزي للرواية وأعطاها قيمة فنية خاصة وجعلها تستحق جائزة بوكر وتستحق وصولها إلى القائمة القصيرة في الدولة الثالثة وتترجم إلى الألمانية والإيطالية والاهتمام النقاد العرب كما احتفي فيها بالصحافة الثقافية العربية وهذه أيضا نحن موجودين في حلقة من هذا البرنامج نوع من التقدير لهذه الرواية التي في اعتقادي تستحق هذا الثناء ربما قادنا الأستاذ معا إلى حديث مرتبط بدور البطولة في أثناء إجابته وأشار بأن ربما لا تكون سلمة هي البطلة في هذه الرواية وقد يتفق من قرأ هذه الرواية بأنها بالفعل ربما لا تستحق دور البطلة خاصة بأن شخصيات مثل رشيد وجابر لعبت دورا مهما في التغيير وخاصة تغيير نسيج الاجتماعي في تلك ما رأي الكاتبة هنا في دور البطولة أم أن هناك ذاكرة بالإمكان أيضا أن تكون مرتبطة بدور البطولة الجمعية؟ أنا متفق مع الأستاذ معا جدا في هذه النقطة وأعتقد أن جزء منها كان في بالي وأنا بكتب لأن الرواية الأولى بالنسبة له بعنوان متاهة مريم كانت الشخصية الأساسية فيها هي شخصية مريم البطلة وكل الشخصيات الأخرى تظهر فقط أو تبدو كمراية تنعاكس عليها أبعاد أخرى من شخصية مريم وأنا أكتب وراء الفردوس كان في ذهني ألا أكرر هذا يعني أن يكونوا مختلاف في طريقة التناول الرواية أو الشخص الذي ينظر الأحداث بعينيه فكنت عايزة سلمة يعني يكون لها دور نحن نرى العالم في جزء كبير منه بعنيها هي يعني برغم أن الرواية هنا رواية عليمة بس هي كانت تتدخل في أماكن بسيطة جدا وبعدين يبقى فيه إيحاء كأن هذه الرواية هي الرواية التي كتبتها سلمة فكنت عايزة أجرب العكس أن هي تبدو كبطلة أو كنوع من اللعب مع القارئ أنها هي البطلة أو الواجهة لكن في كل شخصية أخرى حاولت أن يكون فيه اهتمام برسم الشخصيات أكتر بحيث أن حتى لو كان فيه شخصيات هامشية تبدو كأنها مؤثرة وأعتقد أن فيه كتير نقاد وقراء لفت نظرهم ده أن حتى الشخصيات هامشية كان فيه اهتمام بيها كبدر المعتوها تلك يعني مرت مرور بسيط لكن كان لها أثر ماء فيها أو شخصية بدر تحديدا جاء عليها ردود أفعال قوية جدا من القراء ونقاد وأيضا شخصية زياب فالسرف ده أن في البداية زي ما قلت أن أنا بكتب رواية كاملة وبعد كده بعيد البنى فبشيل أجزاء كتير يعني موظم الشخصيات في الكتابة الأولى كانت مساحة توجودها أكبر بكتير كان هناك ما يشبه الملف عن الشخصيات وماضيها يعني بحاس يكون في ذهن واضح وأنا بكتب الشخصية دي جامنين وفي البناء كنت أحاول حاسف كل ما هو غير ضروري يعني كانت هذه الرواية في مساوداتها 600 صفحة لا أكبر أكبر كتير ولكن الفكرة كنت أحاول الوصول إلى إقاع مشدود بقدر الإمكان يعني يمكن الأستاذ معان كمان تكلم عن جميلة وأن هي فعلا جميلة تبدو أن هي غير معتنى بيها ظهريا الفكرة بالنسبة لي كانت في شخصية جميلة كانت بالنسبة لي كأنها هي نوع من القرين لسلمة يعني كأن بيكملوا بعض الشمس والقمر أو يعني فيه إشارات كثيرة في الرواية كأننا قدام شخصية واحدة بواجهين على رغم الطب لكن جميلة ربما عرفت مسارها تغيرت بعد ما درست في الخارج هي يعني فعلت ما كانت تتمنى أن تفعله سلمة يعني كأنها تذكر سلمة بما ينقصها بما كانت تحلم به ولم تستطع يعني وبعدين في الكتابة أيضا كان عندي هاجس أن ليست الأمور كما تبدو يعني جميلة ظهريا تبدو كشخصية ناجحة وخرجت عن الإطار اللي كان مرسوم لها وغيرت يعني مستقبلها بأيدي بس تطول الوقت تحس أن الأمور ليست على هذه الدرجة يعني سلمة في البداية تبدو كشخصية هي الأكثر قوة وتحرورا من جميلة لكن مع توالي الصفحات نكتشف أن الأمور ليست كما تظهر جميل يعني فهذا يحدث أحيانا بشكل غير متعمد ممتاز نود أن نتحدث عن الشخصيات ساذ معنا خاصة بأنها يعني كثيرة وتزدحم بها الرواية حقيقة ألا تعتقد بأن وجود مثل هذه الأسماء المتعددة والكثيرة يعني نقول في هذه الرواية قد تربك القرأ أم أن نمط كتابة هذه الرواية يعتمد على وجود مثل هذه الشخصية لا يعني هي رواية ليست رواية فرد واحد وهي رواية حياة ليست رواية مثقف ليست رواية يعني مشغولة بذاكرة فرد وينظر إلى العالم ويشخصه ويصوره كما روايات كثيرة للأسف بتغري كتاب كثيرين يعني عبارة عن مثقف بطل مثقف يذهب إلى الشارع ويشهب هنا ويرى فلان وفلان وأصدقاء ويقرأ الكتب البطلة هنا إذا كان إذا اتفقنا أن تكون هي البطلة المركزية برواية سلمة كاتبة وروائية وتكتب رواية وصعفية لكن عيونها ليست العينان الوحيدتين في الرواية هناك هذه الشخصيات التي تعيش في هذا المكان لكل منها ذاكرة ولكل منها ماضي جميلة لديها ماضي مع خالد ولديها ماضي والدها وحادثة والدها وأيضا كيف للماضي سطوته على الحاضر وعلى إيقاع اليومي لبعض الشخصيات وربما ما بعرف ربما الشخصيات الأنثوية الكثيرة في الرواية بدت اتصالها بالماضي وسطوته ونفوذه عليها كثير أكثر حدة وأكثر شدة مما هو عليه لديه عند شخصيات الذكور هناك شخصيات فعلا أنا رأيتها مرسومة وأيضا حتى لا ننسى فكرة أن هناك نوع من التعاطف إلى حد كبير أنت تحس به تجاه الشخصيات هذه الشخصيات المشغولة بالمرتبكة والمتألمة والمتوترة حتى شخصية جابر أو رشيد اللي هو متنوع واللي هو علاقاته نسائية ومتوتر ويخرج من مشروع إلى مشروع رشيد رشيد عفوا أنت تتعاطف مع أحلامه وهواجسه بالإضافة إلى أن هناك بعد أن كثير من الشخصيات مشغولة بالمنامات أو لنقول أن المنامات والكوابيس والأحلام حاضرة في راهنها هناك حضور لابن سيرين في الرواية ليس هينا أيضا كل خرافات تقاليد المعيشية في القبطية والإسلامية كل هذا يجعلنا أمام رواية متقنة رواية حياة رواية ليست رواية فرد بحيث أن أنت ترى العالم فقط من موضوعه إذن هذه الشخصيات وكثرتها كانت تستدعيها أنا لا أعتقد أن لم أقرأ هذه الشخصيات وفلتت مني هناك خيوط ناظمة في الرواية في العمل في الأسلوب والبناء أحكم العلاقات بين الشخصيات وأمسكها وجعلني على صلة في كل منها بشكل جيد يعني لم أحس بأنه هناك شخصية فلتت مني ولم أعد أتذكرها بالعكس المأزقة التي لدى المرأة دعينا نقول في هذه الرواية وخاصة عندما نتمثل في شخصية سلمة هل تعتقدين بأنه جاء وراء أو بسبب دعينا نقول التغيرات في ذلك الزمن هل هي مسألة ومشكلة جيل بذاته حقبة معينة في رأيك يعني تتحدث عن مشاكل المرأة في مجتمع عريفي بشكل عام انطلاقا من سلمة ولا عن سلمة تحديدا لا انطلاقا من سلمة يعني أغلب الشخصيات نجدها مرتبكة جميلة سلمة غيرها حتى مثلا عمتها أو هناك هناك فيه إشكاليات في المرأة فهل هي مشكلة جيل معين في تلك الفترة خاصة ربما نستطيع أن نستنبط بأنها مرتبطة بفترة الثمانينات أو التفولة كانت في الثمانينات نعم فهل هناك تغير ما حدث في ذلك الجيل خاصة لدى المرأة؟ أكيد يعني هو التغير الذي حدث بشكل إيجابي أو للأفضل بمعنى أن التقاليد لم تعد ضغطة كما كانت قبل عدة عقود مضت لكن الصعوبة تنطلق من الوعي بالقيود والوعي بالمشاكل بمعنى أن كلما زاد وعي المرأة زاد وعيها أكتر أيضا بأي انتقاص من حريتها أو أي قيود مفروضة عليها يعني لكن موضوع المرأة وفي المجتمع خاصة في المجتمع عريفي بالنسبة لي موضوع حساس جدا لأن هذا الموضوع تحديدا تم ابتداله يعني من كثرة الكتابة فيه أحيانا تحول إلى مجرد كليشيهات فبالنسبة لي كان هناك تخوف من الاقتراب منه يعني وحاولت تقديمه بطريقة مختلفة يعني ليست زائقة يعني بمعنى أن هنا الأزمات جزء منها كمان أزمة موجودية تلاقي الرجال والنساء يعني المجتمع القاهر الموجود ده بيعاني منه الرجال مثل النساء أيضا النساء أحيانا في الرواية هن سبب أزمات نساء أخريات يعني شخصية الجدة رحمة هي شخصية قوية المسيطرة هي يعني هي تعتبر هي حامية الأفكار الزكورية وهذه خصيصة موجودة جدا في المجتمعات الريفية والصعيد مثلا أن عادة الأكثر زكورية أو الأكثر قوة في العائلة هي الجدة المرأة الكبيرة في السن يعطيها السن نوع من السلطة على الرجال وعلى النساء الحاجة رحمة يعني موجودة هي شخصية حتى في الحياة الطبيعية منتشرة جدا بأسماء مختلفة وبقوتها مثلا رفضت أن يدخل جابر زوجتها هي الحاكم الفعلي وهذا شيء مألوف جدا في صعيد مصر وفي الريف فقدر الإمكان حاولت أن أبتعد عن تقديم فكرة قضية المرأة كما تقدم عادة لكن ما لا يمكن إنكاره أن هناك ظلم أو هناك أوضاع غير عادلة بالنسبة للمرأة خاصة في المجتمعات المحافظة يعني هذا شيء لا يمكن إنكاره لكن هي الفكرة كيف أتعامل معه بشكل فني بعيد عن الكليشيات أو الأفكار المكرورة تحدثت عن الشخصيات أيضا أستاذ معن وربما أشارت الأستاذة هنا منصورة إلى بعض الشخصيات التي قد تكون هامشية لكن لها أثر وأثرت في القارة خاصة عندما نتحدث عن بدر تلك الشخصية المهووسة ربما كرم أيضا الذي غرق أثر أيضا في المجتمع أثر في القارة وإن كانت هامشية في رأيك هل يعتبر ذلك أيضا منظومة للحياة الاجتماعية التي تتميز بهذه الرواية يعني كما قلنا أن الرواية معنية بحياة بأجواء معيشية يعني هؤلاء الأفراد الرواية تشخص ذاكرتهم وأحلامهم وخيباتهم لكنهم في محيط عام في محيط هذا الفضاء المكاني الذي اسمه هذه القرية غير المسمى بهذا التفاصيل أيضا التي تتأثر بعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية تستجد تباعا هذا الأمر يعني في ظني أن الرواية استطاعت يعني استطاعت الإحاء والتعبير عنه بكفاءة جيدة وبكفاءة أسلوبية أيضا لغويا وبتعبيرات بتعبيرات موفقة في الغالب يعني في كثير من التفاصيل في الرواية هناك إشراقات أنا باعتقادي كانت مهمة على المستوى الأسلوبي وعلى المستوى الكتابي هذا التأثيث الجمالي في الرواية عموما هو ما جعلني أن شد إلى قراءتها من دون أن أمل من دون أن أشعر بنفور من أجواء معينة لا يوجد خشون في اللغة لا يوجد صدق في تصوير الأشياء والمكان والبيت والسرير والدربزين والنباتات الشديرات على الشوفة يعني كل هذا العمل جعلني أعيش المكان وأعيش الرواية صرت كأنما أنا بينها في التفاصيل عندما تحدث بهذه الطريقة تذكر ذلك الموقف وخاصة نتحدث عن تلك الشخصيات الهامشية عندما غرق كرم وذهبوا ليبحثوا عنها خرجت لهم بدر وبصورة ظنوا أنها الجنية جنية البحر كيف الأساطير أيضا امتزجت مع تلك الشخصيات؟ والجن والعفريت والخرفات والأشباح والهلاوس والأحلام وأنه مثلا عندما مات والد جميلة بالمصنع ظل يحضر بشخصه وصارت للخرفات والأقاصيس والأساطير تنسج فهناك فيه نوع من الوشائج بين المتخيل والواقع والحلم يعني دخل في متن الرواية وفي لغتها هذا كله أضفى تميزا لهذا العمل الجيد باعتقادي واللي يمكن أن يكون له موقعه في مدونة الرواية العربية ورواية في مصر واستحق التقدير بشكل جيد جميل نتوقف مشاهدين الكرام مع هذا التقرير الذي يعده السميل نجم الدين هاشم حول هذه الرواية وراء الفردوس هي الرواية التي أخفتنا إلى الحكايات والتفاصيل حيث الريف بسكونه الحذر وضجيجه القلق إلى الأحلام المنكسرة والشخصيات المحتشدة حبا لكل ما هو نبيل كما في الضفة الأخرى شخوص تفيض بشرور النفس البشرية تقنية سردية شاهقة العلو تأسر القارئ بسلاستها وانسيابيتها كأنما أرادت مؤلفة وراء الفردوس منصور عز الدين أن نصبح جزءا من هذا العمل الأدبي بتفاعلنا وتوقعاتنا لكل ما هو آت من خلال انتقالنا برشاقة من موقع إلى آخر ونمضي معا وراء الفردوس لنكتشف حياة الريف المصري والذي هو نموذج للريف العربي يعاني بعض إهمال وبعض غياب رسمي وبعض جهل وبعض بؤس وشقاء لكنه مع ذلك ينعم بالدفء كله والسكينة كلها والطبيعة كذلك والأسرة المتماسكة وانتشفت أواصرها في بعض الأحيان رواية وراء الفردوس والتي رشحت لجائزة البوكر العربية عام 2009 ووصلت للقائمة القصيرة كما تم الترجمتها إلى الألمانية هي رواية شيقة بمحتواها وتفاصيلها الآسرة تجعلنا نلاحق وراء الفردوس بحثا عنه إلى نهاية الرواية ويبقى السؤال هل سوف نعثر على ما نبحث عنه أهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله مرة أخرى في برنامج في حضر الكتاب ونحن نناقش هذه الرواية وراء الفردوس للكاتبة والروائية منصور عز الدين في بداية الحلقة الأستاذ معا أشار إلى نقطة الانفصال ربما في بعض الشخصيات وأشار إلى سميح كونه يهتم بالنباتات يزرعها ويهتم بثمارها وهو لا ينجب هناك أيضا انفصال فيما يتعلق بانفصال الزوج عن زوجته الانفصال ما بين الأم وابنتها هناك أكثر من انفصال في هذه الرواية في رأيك هذه الانفصال حتى ما بين الشخص نفسه وذاكرته فبالتالي لماذا هذه الانفصالات وجودها بكثرة في الرواية في رأيك يعني أعتقد أن الرواية جزء كبير منها هي رواية عن الاغتراب يعني اغتراب شعور الإنسان بأنه في مكان غير صحيح أو غير مناسب يعني سواء من ناحية المكانية أو من ناحية يعني حتى سلمة تحس أن فيه نوع من النظرة السلبية جدا للعائلة وتاريخها كأنها تود لو لم تكن ابنة هذه العائلة مثلا حتى لو لم تقل هذا بشكل مباشر فيعني أعتقد جزء منها أن الرواية ملتقطة الشخصيات دي في لحظة التحول اللي بقول عليها من فكرة المجتمع الزراعي إلى نوع من الانتقال السريع والعشوائي وأنا شفت ده فعلا في الريف يعني إزاي الانتقال السريع جدا بشكل تصنيعي بدائي وليس تصنيعي قائمة على... يعني الجزء منه كمان انتهاك للطبيعة يعني أن الجغرافية المكان بتتغير وطبيعته بتتغير وكل شيء فيه بيتغير فكأن هذا يعني أثر على الشخصيات أيضا إضافة أن الجزء من الانفصال هو ناتج عن مقاذق وجودية بتختلف حسب وعي الشخصية يعني سلمة كانت بحكم تقافتها والشخصية المركبة عندها كانت أكثر وعيا بانفصالها فيه شخصيات تانية لا تعي وجودها في أزمة وجودية أو معاناتها من أزمة وجودية يعني وأيضا فيه نوع من الهروب يعني ليس كل الشخصيات بتواجه هذا الاغتراب أو بتعترف به يعني تشعر أيضا أن الرواية في جزء منها هي عن الازدواج جميل يعني كل شخص فيه داخله وضد بتاعه وأعتقد أننا البشر بشكل عام يعني بتلاقي ده عندنا بدرجات متفوتة بس حتى لو لا مننتبه لها في نوع من الغربة يعني كأننا في غير مكاننا الصحيح يعني كأن هناك ما ينقص دائما نعم هل وجدت أستاذ معان في هذه الرواية نوع من تسليط الأسهم أحيانا إلى شخص الرأسمالية فيه أحيانا تسلطها كيفية أن تفسد ربما مجتمع ما في أن يحلم بالغنى وبالتالي يصل إلى الفقر كيف وجدت مثلا الحالة الاجتماعية التي طرحتها الرواية خاصة مع وجود المصانع مصانع الطوب وهكذا يعني الحوادث الرواية في معظمها تدور في هذه القرية نتصور أنها يعني زراعية أو معظم العاملين فيها يستغلون بالزراعة لكن الأسرة تشتغل في عمل صناعي بدائي يعني صناعي ليس كبيرا وبعضها يشتغل بالزراعة هذا يعني أيضا أن الشباب أو الجيل الجديد من الأولاد العائلة في شبابهم ينزعون إلى هجرة هذه المهنة أو هجرة هذه البيئة إلى الدراسة بخارج إلى في العاصمة في القاهرة والسفر والعمل بالصحافة والعمل في الصيدلة والعمل في أعمال مختلفة هذا كله من تأثيرات وأيضا يشاهدوا التلفزيون يشاهدوا فيه إشارة بالرواية إلى أعمال تلفزيونية ومسلسلات تلفزيونية وأيضا حالة الهيام بمعيش آخر يعني بما هو خارج هذا الواقع المحاط في هذه الجغرافيا يعني هناك هذا التناول هناك هذا الفهم لمثل هذا التصور لكن الرواية ليست مشغولة أصلا بحكاية الرسمالية يعني ليست ذات نزوع بحثي أو حتى موقف هي لا تتخذ هذه الرواية موقف من هذه الأشياء لأن من حق الناس أن تطور نفسها وتطور إمكاناتها وأن تغامر غامر ببيع المصنع وعمل مصنع آخر وفكر في مشروع آخر هذا أمر طبيعي يحدث معنا نحن الناس مثل ما تفضلت الأستاذة بنصورة لكل البشر لكل فرد فينا أحلامه طموحاته مغامرته أيضا ليست كل الناس متشابهة أنت تجد في الرواية هناك من يعتني بالمراث ويطارد من أجل حقه وهناك من لا يلتفت إلى هذا الأمر ولا يعتني فيه هذا التشخيص الحياة المعيشي المتنوع الميول والأهواء والأمزج المختلفة تجدها في هذه الرواية في شذرات متناثرة لكن هناك جامع وعين هناك سارد وهناك خبرة في الكتابة بحيث تجعل هذا الأمر يقدم بهذه الكيفية الشائقة بهذه الكيفية التي تبتعد عن التسلية الخفيفة إلى ما هو عميق إلى ما هو جوهري هنا هذه الرواية التي نتحدث عنها ربما قد يأتي التساؤل حولها هل بحث بأن تكون مثلا عملا تلفزيونيا عملا سينمائيا وخاصة عندما تحدث عنها الأستاذ معا بهذه الطريقة التي تستعرض حالة اجتماعية وبيئية وجغرافية عن مكان ما بالنسبة للتلفزيون قد أتحفظ بعض الشيء لأنه الجزء المهم في الرواية هو كيفية كتابتها وكيفية البناء أخشى أن المسلسل التلفزيوني قد يحولها إلى مجرد حدوتها وبهذا تفقد الكثير من قدمتها بالنسبة للسينما تلقيت منذ سنوات عرضا بتحويلها إلى سيناريو سينمائي لكن طبعا تأجل المشروع بسبب الظروف الحالية في مصر في النهاية لو عرض عليها هذا سأرحب حتى لو حولت هذه الرواية إلى عمل التلفزيوني فالعمل التلفزيوني سيحسب على المخرج هذا ما قلت سأقوله الرواية الرواية لا علاقة لها إن كان المسلسل جيدا أو سيئا وحتى أقول أيضا أن لا علاقة لي بالترجمات نفسها أنا رواياتي التي كتبتها باللغة العربية يعني العمل المترجم هو مسؤولية مشتركة بيني وبين المترجم نعم تحقق نجاح فيما يتعلق بالترجمة وخاصة عندما دخلت هذه الرواية القائمة القصيرة للبوكر وجدنا ترجمة باللغة الألمانية والإيطالية هنا فبالتالي خرجت خارج إطار أيضا أعتقد العالم العربي لكن ربما كانت الأغلفة لا تصور حقيقة البيئة كحقيقة في رأيك هذا الاهتمام بالترجمة في الخارج ينبع في ماذا في رأيك بهذه الرواية يعني هو يختلف من ضر نشر للضر أخرى ويختلف من سوء كتاب لسوء آخر أحيانا قبل حاليا لدي وكيلة أدبية إيطالية ومن خلال التعامل مع الوكيلة بدأت أرى أن الأمور تختلف هم في البداية لفت النظر للرواية ووصولها للقائمة القصيرة للجائزة البوكر العربية وبدأ يبقى فيه عروض من دور نشر لدرجة أنها بيعت إلى دار النشر الإيطالية هذه من خلال مزاد يعني مزاد أن تقدم أكثر من دار نشر في إيطاليا عرضا برغبتها في شراء الرواية وقامت الوكيلة بالمزاد ورسها على هذه الدار وأعتقد أن في هذا يعني جزء كبير من يعني أو معيار للنجاح بدرجة ما فيما يخص الترجمة لكن يعني رأيي أن الترجمة في حد ذاتها ليست هي آخر المطاف الفكرة في النهاية هي كيف سيتم استقبال الرواية في لغة أخرى ومعقار يعني يربطه أقل القليل بعالم الرواية هل حرصي على العناية بمسألة الترجمة من ناحية اللغة وأنا نحن نتحدث عن لغة رفيقة جميلة جاذبة مشوقة كما ذكرها أيضا الناقد حسين بن حمزة يعني أنا تكلمت مع المترجمين زي ما قلت هو المسؤولية مشتركة لكن كنت أرغب في أن يكون يعني في الرواية كان هناك أكثر من مستوى للغة يعني اللغة الرصينة إلى درجة ما لغة الرواي العليم اللغة الفقرات التي كتبتها سلمة مكتوبة بشيء من الزاتية هناك مقطع لتقليد أو محاكاة لغة الحواديث الشعبية أيضا فيها الخطاب المرسل لخالد مكتوب باللغة العربية الركيكة اللغة الأجانب حينما يتعلمون العربية ويحاولون الكتابة كنت أتمنى أن يتم نقل هذا للترجمة لكن الحوارات الحوارات بتدل على العمية الخاصة بديل تنين في مصر حين تكلمت مع المترجم هارتموت فاندريتش المترجم الألماني وهم أهم المترجمين للغة الألمانية يعني أخبرني أن في هذا قد يكون مشكلة يعني حين أترجم للألمانية بلغة أي عمية ألمانية سأكتب بها وبالتالي في الترجمة يكون هناك جزء من الخيانة يعني للنص الأصلي يعني طول الوقت وهو أمر لا يمكن السيطرة عليه جميل جميل نخرج إلى هذا الفاصل الإعلاني للأخير وبعده نستكمل هذا الحوار وننهي بعد ذلك مرحبا بكم أيها الأعزاء مرة أخرى أستاذ معا في هذه الرواية هل وجدت نوع من الاهتمام بالشخصيات الكبيرة أكثر من الشباب مثلا كأن تكون وربما لأن الحديث عن الذاكرة خاصة الجد رشيد جابر سميح كان هناك نوع من التفصيل عرفناهم أكثر من الشخصيات الشابة يعني لم ألحظ هذا الأمر كل شخصية بصراحة أخذت يعني ما تستحقه من اهتمام ربما كانت هناك جرعة الاهتمام أكثر بشخصية سلمة وهذا له تسويغه من حيث أنها ممكن تكون الشخصية المرتكز المحورية المرتكز يعني لا أميل إلى يعني هنا لديها قدر من البطولة في الرواية لكن شخصية رحمة سيد العجوز الأم العائلة أيضا الأب الجدل وعثمان موجود وأخذ تفصيلا جيدا ومهما أضيئ عليه يعني شخصيات البسيطة ربما التي هي بالحارة أو بالزميلات الطفولة في الحي عموما وكان هذا طبيعيا لأن الرواية ليست معنية ليست معنية بالقرية كقرية معنية بحياة أولئك الأفراد كيف يعيشون كيف يحلمون وأيضا بذواتهم يعني هي رواية مجموع لكن لكل فرد حياته الخاصة وهواجسه الخاصة وذاكرته وأحلامه وطموحاته هذه كلها وجدت أنا يعني على العكس هناك تنويع وتوزيع جيد ومقنع من حيث الأباء رشيد وجابر وسميح الأبناء خالد وهشام وأيضا الأخت أخت سلمة اللي هي إلهام أو أيام يعني هذا التنويع في الشخصيات أعتقد أنه يعني فيه هناك اكتفاء جيد بالإضاءة على دواخل هذه الشخصيات وعلى تفاصيلها المعيشية ما رأيك بالنهاية؟ والله النهاية النهاية أن تبدأ الرواية بحرق بقطيعة أو برغبة بالقطيعة لدى سلمة من الماضي كله وبحرق هذه الذاكرة وأن تنتهي الرواية بجلسة عند الطبيبة النفسية يعني لأنه بصراحة يعني هذا أعتقد أنه هناك ناظم بين البداية والنهاية من باب أن أيضا الإنسان هي البطلة يعني سلمة تعرف في بعض الصفحات باعتبارها معاقة يعني فيه نوع من الإعاقة نعم وعفوا أن يذهب الإنسان إلى طبيب نفسي يعني أمر ليس هينا يعني معنى ذلك أنه مأزوم إلى حد كبير أنا أتخيل أن الرغبة في حرق الماضي هو تعبير عن هذا التأزم يعني السلوك الأول في الصفحة الأولى يبرر ما وجدناه في نهاية الرواية جميل إذن النهاية ربما والكلمة الأخيرة لك في هذه الحلقة السادة ماصم يعني هو النهاية لها علاقة بالحادثة التي مرت بها سلمة وبوجودها في المستشفى ويعني الطبيبة بتظهر لكن بالنسبة لي النهاية الأساسية هي ظهور بدر أو ظهور بدر المقيدة بالجنازير في ذاكرة سلمة كأن يعني أملت أن يجعل القارئ يعود النظر في الرواية عود النظر في علاقة يعني ثلاث وجوه لشخصية واحدة اللي ممكن أقول كده سلمة وبدر وجميلة كأن هذه الشخصيات تكمل بعضها وكأن شخصية بدر هي ماضي ما لسلمة أو هي جزء ما واجه من وجوه سلمة هل من دلال أن الاسم بدر يعني هو اسم يعني ياسم حيث ظهوري أكثر لا بالصدفة فكرة اختيار الاسم الجديد بالنسبة لك خلال أسابيع سوف تصدر رواية جديدة بعنوان جبل الزمرد عن دار التنوير في القاهرة وبيروت جميل نتمنى لك توفيق أستاذ منصور عز الدين شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشيق ما يتعلق برواية وراء الفردوس شكرا موصول لك أيضا أستاذ معنا البياري الإعلامي والناقد شكرا لكم مشاهدين الكرام دمتم في رعاية الله إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى